تريليون دولار قد يخسرها الاقتصاد الأمريكي في حال اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسات تجارية أكثر سرامة مع الصين أو إذا وصلت إلى حد المقاطعة الكاملة رقم صادم نتج عن دراسة أعدتها وزارة التجارة الأمريكية لكن التريليون دولار هو جزء فقط من الخسائر الواردة الحدوث الدراسة شارت إلى أنه حتى اليوم لم يطرأ تغيير من إدارة بايدن على الموقف الصارم لإدارة سلفه ترامب بشأن الصين الحرب التجارية الطاحنة مستمرة رغم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة العام الماضي رسوم تجارية باهظة وعقوبات اقتصادية على شركات صينية وحرمان مصدرين أمريكيين من سوق لطالما كانت الأكبر لأمريكا دراسة وزارة التجارة الأمريكية استنتجت أنه بحلول عام 2025 ستخسر أمريكا 190 مليار دولار سنويا من ناتجها المحلي لو توسعت الرسوم الجمركية بنسبة 25% لتشمل كل البضائع الصينية وهذا يعني نمو أقل بقرابة التريليون دولار هذا بالإضافة إلى 500 مليار دولار سيخسرها الاقتصاد لمرة واحدة لو باعت الولايات المتحدة نصف استثماراتها المباشرة في الصين وسيخسر المستثمرون الأمريكيون 25 مليار دولار سنويا من المكاسب الرأسمانية نتيجة كما ستخسر أمريكا 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنويا في تجارة الخدمات المصدرة إذن خفض الانفاق الصيني على السياحة والتعليم في أمريكا إلى النصف فقط ليس هذا فحسب بل نظرت الدراسة على وجه التحديد في تأثير سياسة البيت الأبيض الواسعة النطاق في صناعات طيران وأشبه المواصلات والكيميائيات والأجهزة الطبية وهي صناعات تعتمد أمريكا فيها على التصدير وخصوصا إلى الصين فمثلا قد تكلف خسارة أمريكا لسوق الطائرات الصيني الضخم 875 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2038 فما هو الحل إذن؟ معدود دراسة نصح الإدارة باتخاذ السياسات مستهدفة وليست شاملة أي أنها تختص بمقاطعة شركة معينة أو كيان معين وليس قطاعات شاملة فتكاليف السياسات الشاملة ستكون باهظة على الاقتصاد الأمريكي أكثر مما ستكون على الصين ترجمة نانسي قنقر